أعزائي مشاهدين قناة الحياة، أرحب بكم بكل مكان حلقة اليوم سوف تتحدث عن تفصيل متفاصيل العقيدة اليهودية متعلقة بمفهوم التوبة طبعاً مفهوم التوبة موجود في جميع الأديان ويوجد نوعيات ويوجد أشياء متشابهة ومختلفة بين دين وآخر اليوم سوف ننظر في المفهوم العبري أو اليهودي لموضوع التوبة كلمة التوبة باللغة العبرية تعني تشوفها والمعنى العبري للكلمة هو الرجوع ومن هذا المعنى يحتوي على فكرة أن التوبة تعني في المفهوم اليهودي أنها عودة أو رجوع إلى الطريق المستقيم أو الرجوع إلى الله وهذه الفكرة مرتبطة مع فكرة كتابية تقول أن الإنسان مخلوق على صورة الله إذن عندما يقول التكوين واحد سبعة وشرين فخلق الله الإنسان على صورته على صورة الله خلقه ذكراً وأنساً إذن من وجهة نظر الفكرة اليهودي فأن الله بمعنى خلق الإنسان على صورته فالإنسان إذن الخاطئ هو الشخص بتاعد عن الله وبالتالي فالتوبة هي عملية الرجوع إلى الله عملية الرجوع إلى صورة الأصل أو إلى المنبأ الحقيقي للإنسان إذن التوبة أو تشوفها من وجهة نظر العلماء اليهود توفر فرصة لإعادة اكتشاف نور الصورة الإلهية الكامنة في قلب الإنسان وحسب التقليد اليهودي فأمنا عملية التوبة مؤلفة من ثلاثة عناصر عندما نقول توبة فيجب أن تكون مكونة من ثلاثة عناصر ما هي العناصر الثلاث؟ أولاً الصلاة القلبية ثم أو ثانياً تغيير السلوك وتقديم الصلاة وتقديم الصدقات إذن الهدف من التوبة هو أن يتمكن الإنسان من القيام بمراجعة ذاتية وتقييم لما قام به من أعمال وأصلاح نفسه والقيام بالإصلاحات المطلوبة سوف أستعرض رأي أحد الكتاب بخصوص التوبة كما جاء في كتابه بمعنى اختيار الرجاء ميراث اليهودية يقول بفصل معين سماء اللهود النظر في المرآة أو الصلاة برجاء بما أني التوبة هي عني إعادة تقييم ذاتي يقول أنه عندما ننظر إلى أنفسنا نجد دائماً وجود هو بين سلوكنا وبين مثلنا نحن أحياناً لدينا تصورات عن الأشياء التي يجب أن نعمل في حياتنا عن مثل عليا في حياتنا ولكن سلوكنا لا يتطابق مع المثل أو الصورة التي نطمح إليها أنا قد أطمح إلى أن أتصرف بأخلاق درجة أخلاقية معينة ولكن سلوكي غالباً ما يكون أقل من طموحي أقل من أهدافي ويضيف فنشعر في الفشل وندرك بأننا نحن مخفقين وأننا نحن ما عنا هدرة نكون مثل الصورة التي نتخيلها لهذا الشخص عندما يشعر بالفشل الروحي فبشعر بالعار والذنب والياسر ولكن اللي يخلي الإنسان ما يساعد الإنسان على عدم الإستسلام هو الأمل الأمل بأنه ببذل جهد إضافي يمكننا أن نتغير للأفضل بيئة التوبة إذن فالتوبة تساعد الشخص على أن يعمل جسر بين هدفه الأخلاقي في الحياة وبين سلوكه الأحيان ما يكون سلوك مثالي لهذا فالتوبة هي إدراك للشخص أن يحتاج يوميا إلى عملية تغيير وعملية جهد لتغيير لأن التوبة هي عملية رجاء للشخص أنه يمكن لنا أن نتغير لما الشخص يكون في حال تياس يقول أني محال أن أتغير ولكن الرجاء التوبة أو تشوفا تعطي الشخص أمل بأنه بيمكنه أن يتغير إلى الأفضل وأن الشخص الذي نرى في المرآة أي أنفسنا نعرف أنه قابل للإصلاح وقابل لتقويم السلوك إذا قلنا أن المعنى الرئيسي للتوبة في العبرية هو تشوفا أي رجوع وهذا المعنى أن الشخص يتذكر أنه وأن ابتعد بعيدا عن الله في أخطائي فثم تأمل وأن نواة الخير لم تمد فيه مهما بدأ هذا الأمر صعبا ولكن معرفة الإنسان أنه كان على صورة الله يجلو يحافظ على قدر من الأمل بإمكانية الرجوع إلى هذه الصورة ولهذا يتطلب التوبة أو تشوفا التغلب على شعور الشخص بالنقص شعور الشخص بالنقص لأن الشعور بالعار يمكن أن يقطع عملية التوبة فإن كان طبيعيا أن يشعر المرء بالخجل من عيوبي فأن التوبة لا تهدف إلى جعل الشخص بائثا ذليلا لأن المعاناة لا تعطي التجديد فهدف التوبة أن تجعل حياة سارة وليست مرة والفكر كما يقول هذا الكاتب اليهودي يرى أن باب التوبة دائما مفتوح الجزء الثاني هو الصلاة برجاء أنا بعدما أصلت في المرحلة الأولى أن يكون عندي إيمان بالأمل والرجاء وأسع إلى أن مرة تانية رجوع إلى صورة الله الذي خلقني كما جاء في سفر التكوين فيكون عندي الخطوة نحو التوبة هي الصلاة برجاء الصلاة لله يجب أن تكون برجاء هل التوبة مفتوحة؟ طبعا التوبة لا يوجد لها أوقات ولكن توجد بعض الأعياد يتم فيها التشجيع على التوبة يمكن دائما القيام بالتوبة ولكن ثمت أوقات تركز فيها المواضيع التوبة ففي أسبيل الميسان أول يومين من غوش هشنا يبتدي فيها عشرة أيام توبة قبل صيام يوم كبور لدينا تركيز شديد على التوبة ففي الكنس قبل يوم كبور يتم إقامة صلوات في الكنس على مدار ثمانة أيام بعد غوش هشنا وتتمحور كلها حول التوبة تعتبر هذه الفترة فترة موسم توبة والقراءات التقصية أو الليترجية في الكنس أو المجامع اليهودية تركيز كله على أن الإنسان يوجد أمل عند الشخص وأن يتوب ولهذا السبب قبل يوم بعد الظهر يوم الغفران يقرأ سفر يونان لأن الله في سفر يونان أظهر رحمته لشعب كان شديد الخطيئة لأهل نينوى ويتحدث السفر بعد أن رجوا عن طريقهم الرديع كيف الله أعطاهم الرحوة والغفران فالسفر يونان يصف رحمة الله يونان على أن التوبة هي التي جعلتهم مقبولين لدى الله وأن بإمكان دائما أن يكون سمة إمكانية للشوفاء أو للتوبة عنا قصة شيقة جدا بخصوص التوبة تتحدث عن فرعون ماذا تقول أهمية التوبة في القصة اللي موجودة عنها من دراش يعود تاريخه للقرن التاسع يقول من دراش بركيدي غابي ليزر هذا البدراش يقول أني ملك نينوى في الحقيقة الله يعطي فرصة للتوبة وفي الواقع هو كان فرعون أن الله بعد ما أماده في البحر الأحمر أقامه من الموت وتجعله ملك نينوى حتى يعطي فرصة للتوبة فإذن التوبة هي لها أهمية شديدة لهذا السبب يقول التلمود في تلمود البابلي يوم ستة وثمانين ألف أن تشوف أي توبة عظيمة لأنها تجلب الشفاء للعالم وأحد الأقوال تقول في كمان التلمود البابلي برخوت 34 بين حيث يقف التائبون لا يمكن للصالحين أن يقفوا ماذا يقصد؟ يقصد أنه التلمود أنه يحتاج الشخص القاتل إلى قوة إرادة كبيرة ليبتعد عن أعمال السيئة والأثنان ولهذا يضع هذا النص التلمودي التائبين في مرتبة أعلى من مرتبة الصالحين لماذا؟ لأن أولئك لم يقعوا في ريسة الخطيئة بينما الذين وقعوا في ريسة الخطيئة كانوا في حاجة إلى قوة إرادة أكبر للرجوع إلى الله إذن فكرة التوبة هي فكرة هامة في اليهودية وأكبر مثال على أهميتها أن يحاسب قصة مدراشية تقول أن الله أعاد أحياء فرعون بعد أن أغرقه في البحر الأحمر واجعله ملكا على نينوى حتى يعطي فرصة التوبة التوبة إذن موضوع مركزي في اليهودية وربما لهذا تعطي الشخص المتدين دائما نرجع ولهذا السبب ممكن نحن نجد يوم الغفران موسمها جدا هام لليهود المتدينين دائما في الماضي وفي الحاضر حلقة اليوم انتهت ونلقاكم في حلقة قادمة مع موضوع جديد شكرا جزيلا وإلى اللقاء 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 شكرا جزيلا وإلى اللقاء